أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد وتحدثنا عن الرواية وتحدثنا اليوم عن قديش الثقافات العربية موجودة وزرعة تاريخ كبير بكل دول العالم وقدرنا ننقل هاي التاريخ وهذه الرواية إلى العالم أجمع اليوم راح نتحدث أكثر وأكثر راح يكون معنا اليوم وظيفنا الكريم السيناريست أنور عبد المغيث نتكلم اليوم عن ألف ليلة وليلة ونجاح قودر الله يسعد مساك ويعطيك يا ربي باركي يا أهلاً سهلاً أهلاً سهلاً بيك أهلاً سهلاً بيك طبعاً حضرتك منورنا ونورت شاشة رمضان بالكتابة الحلوة وبالخيال يا ربي سعيدك يعني يمكن كلنا كنت بتكلم أنا ورعد عن ألف ليلة وليلة يعني إحنا كمشاهدين مصريين وأيضاً يعني مشاهدينا في العالم العربي تابعوا حلقات ألف ليلة وليلة المصرية على كذا شكل ولكن دي أول مرة أن احنا نعود تاني ونعيش في خيال ألف ليلة بتغير الزمن وتقنيات حديثة وبأفكار حديثة حتى التناول في الكتابة في نوع من الحداثة يعني حضرتك بتغزل بين القصص الخيالية وما نعيشه في الزمن اللي احنا عايشينه إزاي قدرت تعمل دا وكات الفكرة تتناولها إزاي في البداية دا أول تحية ليكي وتحية للأستاذ رعبد أنا سعيد أن نعيش معاكم في هذا البرنامج نور في البداية تحية لكل الرواد اللي سابقونا وقدموا ألف ليلة وليلة من عند الإزاعة أستاذ طهر أبو فاشا وأستاذة نبيل ثم تناول التلفزيون المختلف لألف ليلة وليلة وبعدين حصل فترة انقطاع حوالي عشرين سنة وأكثر كده ما تقدمتش ألف ليلة وليلة ورجعنا أقدمنا ألف ليلة وليلة المختلف بيننا وبينهم أن احنا اشتغلنا على البطل الشعبي لعمال اللي تناولت ألف ليلة وليلة قبل كده لم تطرق ناحية البطل الشعبي وحاصل خلط عند الناس وعند كثير من الجمهور كان أكتر على شهريار نفسه لا كمان في الحكاية المحكية ما احنا في ألف ليلة وليلة عندنا مستويين صح الحكاية الإطار شهراء وشهرزاد والحكايات المحكية أي وبعدين تتوالت سلاسل الحكايات من قلب الحكاية الواحدة وبعدين عندنا تراتبية لسانية في ألف ليلة وليلة بحيث أنه الطير بيحكي الجن بيحكي العالم بيحكي الكذا ألف ليلة وليلة نص متعدد الألسان وألف ليلة وليلة هنا بيخاطب بيخلق جسور بين العوالم المختلفة يعني بين عالم الإنسان والعوالم المختلفة سواء كانت عوالم كونية أو خلق آخر الفرق بنا وبين الآخرين الأسجزة الذين تقدمونا والذين تتلمزنا على إيديهم واستمتعنا بما قدموا إن إحنا شغالين على مفهوم البطل الشعبي وده اللغاب عن كل اللي تعامله مع ألف دوليل الناس حاصل عدها خلط أولي بين البطل الشعبي وبطل الأكشن البطل الشعبي مش هو البطل اللي بيطلع يعمل خناعات ولذلك على عظمة أفلام فريد شاوئي لم يكن بطلا شعبيا نهيك يعني بإسم التجاري أو الصفة التجارية بتاعت وحش الشاشة وحش الترسو وحش البتاع كل دول اللي هو علاقة بالبطل الشعبي ده بطل الأكشن بطل الأكشن بيغازل منطقة الإحساس بالقوة عند المشاهد إنه بيشبع له حكاية القوة ده ما أنا حقدب بطل الأكشن يبقى لازم أعمله مواقف فيها يطلع خبا ويضرب الناس صحيح وإنا حعمل بطل الأكشن والضرب ما نفعش فبطل الأكشن سايق هذا اللون من الإنتاج ابتداء يعني أنا كمؤلف وهو كمخرج اللي هيشتغل وكشركة إنتاج هتجيب فريد شاوئي مثلا سبيل بسال رحمة الله عليه هتجيب فريد شاوئي عشانه يطلع يضرب فلازم هتبني القصة وتسوق مواقف على إنه البطل ده هتلع يكسر الخمارة أو هيدرب النصوص صحيح صحيح فبقى عندنا مفهوم البطل الأكشن مش البطل الشعن طيب يعني سيدي احنا اليوم نحكي عن جودر هذا العام يعني شفنا قديش قصة نجاح وكان نجاح كبير جدا بجزء في أجيال افتقدت هذه الأعمال لزمان لكن هذا العام جمهورك اللي استهدف نعم تحديدا في هذا العمل الأول ما هو ده مش مفكة عن مفهوم البطل الشعبي الفرق من البطل الأكشن والبطل الشعبي بطل الأكشن بيتحرك ضمن قضية خاصة بطل الشعبي حتى استلاحا بطل شعبي بطل شعبي بطل المجتمع أو اللحظة التاريخية على اختلاف تكوينها الطبقي أو الثقافي لأنه حامل قضية شريفة تهم لحظته التاريخية أو تهم الإنسانية بأسرها ده مفهوم الفارق لدى البطل الشعبي ولذلك أي حد على اختلاف الطبقات يعني فيه ناس دلوقتي بتتفرج على الأهاوي فيه ناس اشتركت في بعض القنامات اللي عليها كده عشان تشوف هذا لأنه مس معاها منطقة إنسانية وفيه ناس من طبقة مختلفة وثقافة مختلفة عندهم نفس الاهتمام ونفس الشغف لأنه حدرتك بتتكلم هنا على معايير إنسانية أيوة يعني المعايير الإنسانية لا يختلف عليها أحد لا الفقير ولا الغني ولا الشعبي ولا الباشا هي معايير إنسانية طيب أنا عايزة أرجع تاني لجودر نعم وأقول برضو حدرتك أمام النص يعني أمام فكرة إن إحنا سنعيد تقديم ألف ليلا وليلا واخترت البطل الشعبي عشان يكون الأقرب كمان للنس هنا يعني حدرتك بسيط للأدوات يعني أنا شفت كمان إن الأدوات مختلفة اللغة أقرب إلى الشارع نعم المواقف الأهل والبيوت يعني كمان حدرتك تحررت من كل ما كان يقدم في ألف ليلا وليلا قديما نعم يعني كان ده أكيد يعني حدرتك بسيط عليك وايس قوي عشان تروح لسكة تعليم طبع طبع لأنه أنت بتقدمي بطل قريب من الناس مش بتقدمي صورة نموذجية بتقدمي بطل من الناس اللي أنت ممكن تلتقيه في أي مكان وأي حد ممكن يقابله في الـ ودي بتلقي نوع من المسؤولية الخطيرة في تصوير البطل على الورق يعني صورة البطل اللي إحنا هنقدمه هنقدمه إزاي؟ حامل أي قضية إضافة إلى أنه أنت ما أنا عاوز أوضح بس لحضرتك البطل الشعبي ده قصة زي قصة البدلة الدراما بشكل عام قماشي المادة القصصية أو المادة الخاملة اللي حنشغل على زي القماشي البطل الشعبي قصة بطرون فإنك تبني بطل شعبي فتبقي عارفة جملة من الأدوات جملة من المحطات حيتحرك فيها البطل ترسيمة معينة خط بيانة معينة بيتحرك فيه البطل عشان يحقق قضيته الشريفة وإحنا بنبني بطل شعبي لازم نعمل بطل قريب من الناس لكن كمان أنت بتقدمي نموذك أعلى أخلاق دراما شئنا معينة بما أنها نوع محبب للجمهور والجمهور بيقبل عليها فترسب وتراكم في لاوعي المتلقي نمازج نمازج أخلاقية يعني هذا العمل أيضا يعني هو كان مؤجل من العام الماضي كان مؤجل لهذا العام صح ولله شو أسباب التأجيل أولا؟ بعدين يعني هل تم طرق بعض التغييرات على العمل بهذا العام؟ لا خالص هو تم تأجيله لأنه فيه كمية جرافيك كبيرة والجرافيك بياخد فترة طويلة جدا في شغله وجمهور وجيش عرامرام من الفاميين صح فما الحقناش لأنه كان طموح الأستاذ تامر مرتضى أستاذ تامر مرتضى شاحب صاحب شركة أرومة وهم الناس أول حد تحمس لإنتاج هذا العمل عنده طموح أن يعمل ساعة جرافيك ينطورها على ساعة جرافيك دي إنتاج مهول طبعا ومكلف إلى درجة لا تخطر لك في بال طبعا فالتأجيل جي من أنه الجرافيك بياخد وقت طويلة من الناحية التقنية والإنتاج التقنية والفنية